ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وارتفعت أسعار عدد من الخضروات الأساسية التي لا يمكن أن يستغني عنها أي مطبخ مغربي وقد استنكر المواطنون هذا الغلاء بعدما كانت الأسعار قد عادت إلى الوضع الطبيعي الذي يلائم القدرة الشرائية لأغلب المغاربة وبعدما استقر سعر الطماطم والبطاطس الأسبوع الماضي في ثلاثة دراهم للكيلو فوجئ المواطنون أمس للأحد بارتفاع أسعارها إلى ستة وسبعة دراهم للكيلوغرام الواحد بزيادة أربع دراهم دفعة واحدة فيما تربع كل من الفلفل الحلو والخيار على عرش الأسعار حيث وصل ثمنها إلى خمسة وعشرون درهما وخمسة عشر درهما تواليا للكيلوغرام الواحد ولازال البصل يحافظ على سعره المعتاد الذي يتراوح بين سبعة وتسعة دراهم للكيلو وارتفع ثمن البيض العادي ليصل إلى درهمين للبيضة الواحدة في تحدي صارخ للقدرة الشرائية لدى المغاربة الذين تعودوا على اقتنائه بدرهم واحد كحد أعلى لسعره في السابق